اياكم الله معنا في أول فقرات حلقة اليوم كل شخص له شخصيته المالية اللي تميزه وطريقه الخاصة في تعطيه المالي مما قد يؤثر حتما على الحياة الزوجية للحديث حول الموضوع معنا اليوم في الستيديو اللايف كوتش دلال الجنائي لكن خلونا في البداية نتابع هذا التغرير ونرجع لكم أرشي صباح لك بالخير دار صباح الخير لكم كلكم صباح الخير ترى من الصبحان وجاسم من أول ما كنا قاعد نسار الفقرات اليوم ونحن قاعد نقول هل ممكننا شخصيتي تحدد شنان أنا لمن أصرف الفلوس تحدث أنا شنو شخصيتي هذه الطريقة هذا الموضوع إحنا إذا عرفنا نفسنا نقدر إحنا الحين عاد ندير حياتنا بطريقة إيجابية بطريقة ناجحة ولكن إذا إحنا ما عارفين شي اللي قاعد يصير داخلنا ويتصعب أنه تمشي حياتنا صح فمن أشياء المهمة اللي يدور في حياتنا الفلوس رحنا أو ردينا الفلوس شي أساسي ولكن أغلب الناس ما يدرون أنه في شخصيات مالية وإذا أنت يدى الشيتي أو إذا أنت يدى الشيتي في شخصية معينة وشريك الحياة في شخصية أخرى فهنا عاد يبدي الفيلم أو إذا أنت وإنت شراكة خنقول أثنينكم عندكم بيزنس وإنت شريك وهو شريك وشخصيتين هم أكشنات فيمكن أنت تسألون إذا شنو الشخصيات وشنو التقسيمة الشخصية الأولى هي الشخصية المصرفة اللي حبي يصرف يلا 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 وروحوا الكرت هذا إلى ناس إحنا نشوفهم أنه يصرفون ليش لحساس بالسعادة من يضيق خلقهم شخطوا الكرت من استانسوا شخطوا الكرت من ملوا شخطوا الكرت ورايحينوا رادينا بهالكرت علشان شوي يحسسون نفسهم بالسعادة وبنفس الوقت هذين ناس يبون الوناسة وتشوفونهم وايد وتشوفونهم وايد مستانسين ودائما الحياة سعيدة يلا عزمكم يلا روح يلا سفرة هذين صادقوهم هذين صادقوهم يوالله هذا خلقوا الصديق المثالي هذا فهذين المصرفين في النوع الثاني شنو؟ اللي يمع صح اللي يدتشة فوقها 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 اللي تشوفونه حتى بالبيت لما يشتري أو لما تشتري عندهم يعني ما يقطون شي عندهم القميص مال أولى ابتدائي عندهم البنطرون مال كل شي خاششينه ليش يخشون خوفا من المستقبل خوفا من شيء يصير هذين ناس وائد وائد حريصين وبنفس الوقت وائد يخافون وائد يخافون ما يعتبر بخل؟ أنتحنا ممكن نسميح لننسميه بس البخل حتى البخل شنو هو ليو خوف من المستقبل ناس يخافون شنو يخافون يدفعون وإحساس بالأمان يختفي لأنهم يحسون أن الفلوس أمان أنت الدلال شون في ناس تقول لك مثلا أنا مو بخيل أنا حريص يسمي نفسه بخيله واحد أنا مو أبيض أنا بيج ونفس الشيء البخيل قاعد يلطف حق يقول أنا حريص يلطف حق نفسه شوفه وبعد نحن نوضح أن كل إنسان شخصيته المالية وإمية بالإمية شيء كل واحد مننا في عاد أشكى أشياء تدخل في أمور معينة كمثال يمكن بالسفر أنت مصرفة ولكن بالكويت أنت وحدة حريصة يلا يلا خل نطلع لا 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 ما نطلعه ما نشارية ما نشيء ولكن لو نوديت لندن يقول أمبي شون صارت هذي هذيك أو بعد غير يعني في ناس بالزواج يتقيرون في ناس بالبزنس يتقيرون في ناس بأمور معينة مع الكبر يتقيرون مع المخاوف تتقير فهذا الشخصية الثانية اللي هو اليمع نزي بعد بقه بقه بعد شخصيتين الشخصية الثالثة الشخصية الثالثة اللي ما يبي أو ما تبي تسمع عن الفلوس هذا الهاربين عن موضوع الفلوس الموضوع الفلوس يسبب لهم توتر كم عندكم بالحساب ما أدري أكو بس ما أدري كم بالضبط في خير ما يقول يعني ما يدري ما تهدري ما لهم خلق إنسان كم يمعتو كم استثمرتو شكذر بقه لكم خصوصاً إذا هم عندهم بزنس ولا إذا عندهم يعني عائلة زينش كذر بقه بالمعاش ولا إحنا نشخط لي من يخلص الكرت ولكن ما هم مصرفين بس أهمة ناس دائماً يخافون من الفلوس ما يفهمونها يحسون شيء أكبر منهم أقوى منهم شيء يسيطر عليهم إذا انتبهوا عقل الفلوس فبيحسون بالقلق بالتوتر فهما يحبون الهروب هذين الناس يحبون الوناسة يحبون السعادة فش يقولون خلوا الفلوس الحين ما نخلقها موضوع ما نخلق نطل فيه موجود وإن شاء الله يصير يظل موجود ولكن إحنا ما نخلق انتعامل وياه فتخيلي أو تخيل أن أنت شريك شريكك بالبزنس أو شريكك بالحياة من النوع اللي هارب ها شون البزنس مشى ولا ما مشى وفجأة بيوم وليلة تكتشفون أننا إحنا بالماينس ليش ما صفينا الحساب ما عرفنا إحنا وين ما سوينا بلاس ماينس ما بآخر الشهر فالشاللي قاعد يصير اللي قاعد يصير إن إحنا نمشي عميان غير عن اللي يمع اللي يمع يعرف بالضبط كم دينار كم فلس كم حاط كم متل الوديعة خلص المصرف ما عنده كله ما علي مصفر كم عندك صفر زين في ريال ما يقولون حق المرأة عنده بزنس بس ما يقول ما يقولون عنده شلي إيه يعني حلقة أخرى نستضيفون يعني السبوع هذا يعني اللي خش هذا ما يصير بين الأزواج يعني إن ما يقول حتى المرأة ما تقول شمعاشة ما تقول هذا الشيء ولكن الشيء الثاني اللي إحنا بيننا وبين نفسنا إحنا إذا هو يدري أوكي كان بها الحمد لله إنه هو هذه شخصيته بس في أزواج فعلا بكل مصداقية يقول ما أدري أو ما لي خلق أو ما أحب أحسب في ناس هاي الحسبة تسبب لهم خوف وأذكر واحدة من البنات تسولف لي تقول لي دلال زوجي لما نسولف عن الفلوس يتك العرق وتحس يقول أحس إنه مدرسة يعني الحين امتحان أحب وإيه ما أدري ما أدري ويقول دائما يحس إنه خيبة أمل إنه ما عنده عدل ومقادرية مع عدل ما عنده الإدارة ما عنده الإدارة ولا يدير ولا لخلق الإدارة نزيل والنوع الرابع بعد بقى نوع آه أربع أرمى بعد النوع الرابع شنو هما يسمونهم وهم المونكس بالعالم الأجنبي بس نحن هني شي نقول ذا الناس المعطاء الذي ما يبون الفلوس ليحسوا الفلوس وصخ فأنت تتابع فلوس أوكي هاك فذا الناس تشوفون هم دائما فقارة ما عندهم بس دائما فيهم سخاء يعطون 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 يستحون يأخذون يستحون يطلبون ما يحبون يطلبون ما يحبون يصر عندهم فلوس يحسون الفلوس شيء مراقي دنيوي وايد دنيوي وايد فلما نحن نشوف ناس مثل بالبزنس عندهم مشكلة كبيرة يلا بتبيع أو ببيع ما أدري أنا مو وايد مهم الفلوس أنا أحب أعطي أخذوا هدية أخذوا هدية أعطيكم ببلاش بعدين دفعوا لي عندهم الفلوس يعني شيء ما نبي نفكر فيه مو حلو مو شيء راقي دلال مهم أن لو نحن نأخذها من جانب الثاني أو هي العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة مهم أن كل واحد من الطرفين يعرف الشخصية المالية للآخر تخيلوا شنو اللي صير تخيلوا أن الريال شخصيتها المالية أنه هو مو مبذر أنه هو يمع يمع والمرأة لأ مبذرة أو مصرفة تخيلوا أن هذي لها حاطين حساب حق البيت عطاها حق الجمعية عطاها حق الخدم عطاها حق المصرف اليهال اللي هو ثاني الشهر ثالث الشهر عاشر الشهر خلصت الفلوس شنو شريته ما أدري يعني 16 بنطرون حق فيصل و17 نفنوف حق سارة والريال تضربه فيوزاته ويصير جدال وصراخ على الفلوس والبنت شهر تقول وتقول ذينا يعني هو عطاني هو ليش من والريال يقول نزع أنا عطيتك بس ما عطيتك تفكرين تقول أنا فكرت وأنا حسيت أنه نحتاج فتقول أنا كنت مالة وأنا أحب عيالي كل واحد يطالع من منظور مختلف أو خلنعطيكم مثال آخر مثال آخر زوج وزوجته الزوجة هي الحريصة هي اللي تحسب هي اللي عندها الحسابات والزوج أفويدر ما يبيواجه الموضوع يتجلب نزع بيأثثون يلا نزع قامها حلو هالتلفزيون الأفويدر اللي يهرب من موضوع الفلوس ما عنده شيء اسمه خطة ما عنده شيء اسمه نفكر ونحسبها ونقلبها ها شنعجبني شريته كل ما يروح الطقات كبيرة تصير فشرت تلفزيون بوشم ألف الزوجة تقول زي هذا ما كان بالحسبة يصير خير بعنين يصير خير يصير خير محنا مستانسين هذا حق البيت مستانسين وإحنا نبدي طريقة صحيحة وتلفزيون شيء مفيد مهم وكي ما اختلفنا التلفزيون وايد مهم ووايد مفيد ولكن بنفس الوقت شيء يصير بينهم يصير أنها ما تثق فيه وهو شيء يحس يحس أنها خانقته فلوسنا خلنستانس فشيء يصير بينهم حين خلوا الفلوس حين أهمة كزوجة زوجة شيء يصير فيهم يصير فيهم أن أهمة خلاص يصير شد يصير مو مرتاحين فهو لما نروح يصرف الحين يبدأ يخش ما يقول لها صرفت تنبش أو العكس أو الزوجة إذا كان أو الزوجة يعني إحنا ما نقول الزوجة هي دائما الزوجة لاثنين مبذرين أو لاثنين حريصين أين البرفكت سيتيواشن كذلك ما إن الإنسان يكون واعي أوه شنو مديلة إذا أنا واعي أنا مديلة مبذرة فأنا الحين دوري في جزء من هذه العلاقة أني أنا أدير بالي على طريقتي وعلى تصرفي وعلى شخصيتي فكمثال شنو ننصح الكل إذا كانت مبذرة أو اللي يمع أو اللي أفويدر اللي ما يبيواجه أو اللي بس يعطي يعطي عند السخاء هذا شيء مبالغ هنقول نقولهم حطوا بالانس حطوا جزء حق الوناسة جزء حق السيفينغ جزء حق يمكن يكون واحد منهم يكون حريص فأول يدير الموضوع يعني يكون المرة يكون ريال ممكن ممكن وبنفس الوقت ممكن شيء يصير ممكن هذا يصير حريص بروحه ولكن الطرف الآخر الطرف الآخر قاعد يدمر بروحه يعني ما عمركم شفتوا بزنس في أثنين واحد يمع وعنده استثمار حق الماركتينج وعنده خطة والثاني راح وشرى كمبيوتر ولا وظف واحد ما أدري بتشام ولا دخل بمشروع ثاني هاي الفلوس إحنا كنا متفقين إننا تنحط هنا بس أقصد مو يعني إذا في حالة إنه اكتشفوا الأزواج إنه هم شخصيات مختلفة من ناحية إدارة الأموال صح يصير أحد يصدر الثاني يقول له خلاص مثلا يا أنت تتعاملي بمصاري في البيت وخلاص أنا مالي شغل وهذا البجد شنو المشكلة تصير ساعات المشكلة خنقول الزوج الزوج أو الزوجة خنقول الزوجة هي اللي بتيمع وزوجة اللي بتدير الأرقام لأن هذا العاد اللي يصير أوكي صار نص الشهر يا الزوج عندك عطيني عطيني عطيتش بعدين إنه مصرف وهي تقولها بس أنا عطيتك ذاك الشهر ما عطيتني إنزل بعطيتش أنا أخو زوجت ما راح أبوقتش أو العكس بعد آن تعطيه آن شي صير يصير أنه لأن الأثنين مو على نفس الرتم مو على نفس الخط فهني يصير مشكلة بالزواج مو لأنه هو مزين ولا لأنه هي مزين لأنه هو إذا كان مصرف أو إذا كانت مصرفة سعادتهم طريقتهم بالسعادة بالفلوس أن هذا بحد ذاته يحتاج تعديل بينهم بين نفسهم إذا شلون يعدلونها؟ يعني يعجلونها يروحون يقرون كتاب يدرسون يروحون دورة يروحون يروحون ساعات في ناس هذا كله مصنوع وين بالماضي وبالطفولة يروحون طبيب ساعات نفسي يعني المصرف شنو؟ المصرف تعود إنه إنه يشوف الأم والأبو بهذا الموديل فهو يعيده سو إذا البنت شافت أمها طول عمرها تاخذ من أبوها كل ما بغت شي تاخذ من أبوها فهي الزوجة شنو تتعود وشنو فكرها بيصير إنه زوجه هو بيعطيها الزوج من فكر آخر إنه الأم والأبو كانت أمة تشتقل وأبو يشتغل أو يمكن أمة هي الأغنى فأمة تعطي أبو بعناها مصيبة أخرى فشنو اللي يصير اللي يصير إنه الزوج على أبو متعود إن المراهي هي بتشارك أو هي اللي بتعطي فهي يقول عطيني ويتقول أنت عطني ويقول من زين هذه المشاكل اللي قاعد تصير توصل إلى الطلاق توصل أكيد إلى الطلاق في بعض الأحيان إذا صارت إكستريم إذا ما قدروا يحلونها أكيد إذا إحنا حقرنا الموضوع وخلينا الموضوع يتراكم شنو اللي يصير فيه يبدي يصير فيه زعل حزن قلة مصداقية من الطرف الآخر ما نقدر نحس بالأمان ما نقدر نثق بالطرف الآخر الطرف الآخر إذا قال لي أعطيك أو أعطيك وما يعطي فشنو تفكر الزوجة ويفكر الطرف الآخر هذا ما لا أمان إذا قص علي بهذا يقص علي بأشياء ثانية عاد ساعات جانب الأهل يدخل فيه جانب المجتمع يدخل فيه جانب الربع يتلت مشاكل أتيني مشاكل سوف أعطيكم قصة أتيني مشاكل واحدة من المشاكل اللي ياتني واحدة من البنات اللي ياتني تقولي دلال أنا حط ببالي إن أنا لذا اتزوجت أنا بفتح مشروع وإن زوجي بساعدني أنا لما بديت المشروع زوجي قال لي أوكي بساعدك وبعطيك تقولوا إن أنا خلاص الحين بكون من الناس الناجحة بمشروعي ما كانت تدري إن إيه هي شنو شخصيتها شخصيتها المنك أو المعطاء فإيه من الناس اللي كان صعب عليها تأخذ فلوس من الزباين الزوج الحين كان يمول إن زين وهو يقول لها إن زين كم كم ما دخولش هالشهر ها بالبداية يعني نقط عقوب شهر عقوب ستة شهر الرقم مراضي زيق يقول لها أنا قاعد أصرف فلوس أعطيه نحين أسند استثمار ماركتين كلها وفي زباين شنو بعتاي شنو ما بعتاي فشنو قالت قلت أنا ما دري أحس فشلة أخذ منه فلوس أم بيبعني حسوني طماعة يقول لها أنت تأخذين مني فشنو صار صار فيها ياتني تقولي أنا دلال أحس مشقوقة بين أني أنا ما بصر أني مزينة مع الناس اللي قاعد تشتري مني يقولوني ما عندي الحين وسيل فينا وبعدين نعطيك ونعطيك شوية وما عندنا الحين بما فيه الكفاية ويقولوا زوجي حين زعلان وأنا ما لقدر بروحي ما عبر على البزنس بروحي فش يصر بين الزوجين وهو هما ياني هي اللي ياتني بسهو هو شو يقول يقول أنا ما لي معطيك خلاص أنتي مقد الثقة مقد لفلوس ردي دوامج ويتقول لا يكون يقول لي ردي دوامج ترى بموت نزين دلال هل ممكن أن أنا إذا غيرت شخصيتي المالية حياتي الجوانب الأخرى ممكن تتغير بعد؟ أكيد والعكس طبعا والعكس طبعا إذا إحنا عندنا شيء قاعد يخر عرفتو يخر إلى باجي أماكن بالزواج فإذا هذه الزوجة خنقول مصرفة شنو حين تعلم عيالها شنو الموديل التربية أو الأبو أو العكس يامحنا سمعنا الولد يقول والله أنا أبوي كان اللي بجيبه حق الناس فأنا نفسه وهو كان شخص الناس تحبه كسب قلوب الناس بهذا العطاء أوكي خنتوا لف مع زوج ثم نشوف عجبها الوضع أو لا ما عجبها لأن إذا هو قاعد يعطي والبيت لازم يمشي ففي طرف آخر لازم يمع وفي ساعات يصير طرف واحد يقول حق الطرف الثاني أنا ما بيصير the bad guy ما بيصير أنا الدعلى اللي وين الفلوس ولازم أنا المسؤول وإنت صر مسؤول وإنت صري مسؤولة وياي لما عندنا الطرف مفاهم اللعبة أو ما يبي يستوعب أو ما يبي وازن فالحمل يصير على الجانب الآخر ثقيل هو اللي يتحمل هو اللي يتحمل المسؤولية وهني عاد شي صير هنا عاد النفسية العبدور هنا عاد الأمور اليومية تبدو حين تكسر بزيادة نزين سادرال هل يفرق الشخصية المالية بين المرأة والرجل ولا شوف ألا تعود دائما نقول شخصيتكم شخصيتكم المالية اليوم إذا لديكم الشيارة هو الفروت هو الفاكهة اللي تطلع من الشيارة هاي شخصية بس أصلها وين أصلها بالجذور وين هذا بالطفولة فإذا نشوف بيت الزوج الأم والأبو كانوا بطريقة معينة هذا يجلي رح يتوارث والزوجة والزوجة بس ما يخالف بس إحنا كلنا نفكر إن المرأة هي أكثر واحدة تصرف سأسني أقول لكم هذه النقطة اللي نقوم بها يؤسفني أقششك رياليز عنوك يؤسفني أقششكم إنه ليس المرأة هذا الشيء هذا فكر قديم وبنفس الوقت الحين موديل الصرف ما للريال غير موديل الصرف ما للريال إلكترونيات سيارة استثمار بيت عرفته يفكر أشياء ساعة يعني هو صرف يصير أكبر من صرف أكثر صرف لا بس صرف ما يبين ساعات صرف ما يلمع نفس المرأة إذا شارك شيء سايلتها سايلتها ينسل عليها جوتيتش يينن يلمع يبين والجنطة والجنطة يتبين ونفس الوقت تغيرت الدنيا أول أول حيث نحن نتحدش عن الصرف أول ما كان شيء اسمه فور إكزامبل سفاح حق الريايين أو كريمات الوي حق الريايين أو الملابس هذا الخيارات موجودة أو مكرمين حق الريايين أو الريال يبرس أي شيء أند الحين لا صار وهو إيش حلوة يتلامع نفس المرة وجنطة بوتايقا يشيل هالأيام حتى هو لم أشرت له كنت يشتري لك أنت ساعة إذا شرى إذا شرى بشرين نرى قلت كنت بيت على صوريها 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 شرى شرى فيه أشياء غير وفيه بنات لا فيه بنات ما يشترون فيه بنات يحسون أنه بس تثمر ما هو الأحسن عندك الذي يأتي حق البيت أو الذي يستثمر يمكن أنه الذي يستثمر حق مستقبل حق عياله التوازن حلو الناس الذين تشعر فيهم الناس الذين يبدون يحسون باكتئاب تخيلوا أنتم تكون رجيم ما أكل ما أكل ما أكل دياي خضراء دياي خضراء سمج بي يوم الأيام ما تفعلون بتفلونها بتكفرون سمجل عليكم فهذا اللي يصير ساعات الناس اللي تيمع 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 وفجأة شروا شي يخرع ليش لأنه ما وازنوا النفس لها حق عليكم الحياة لها حق عليكم ونفس الشي العائلة لها حق والمستقبل لها حق يعني اليوم نتمنى وضحنا الصورة إنه ما لا علاقة الصرف والفلوس ما لا علاقة لا مرة ولا ريال كل واحد هذا هو موضوع مهم أنا ما بيكم تستسقرونه اللي يشوفون اللي يتابعون لا يستسقرونه لأنه فعلاني أثر نعم كل الشكر لك ونا مشكورين على الاستضافة يأتيك للحاب ياسا للدلال لجناعي اللايف الكوتش والله يعني استفدنا من أمور وايد إن شاء الله عرفت شخصيتك المالية أتمنى لكم صف جميل أنا عارف شخصيتي خالي صف إجابك يلا زين هو يعرف شخصيتي المالية أنا عارف شخصيتي عارف كل من يشاهدنا شاهد هذا اللقاء عرف شخصيتي المالية وحلو التوازم مثل ما قالت يعني لا نصير وائد حريصين بفلوس ولا نصير كريمين بزيادة بعد آخر شي روان قبل لا ننصك اللي يريد يعرف أكثر بعد أنا عندي بودكاست على اليوتيوب في كل الحلقات أنا الشخصية المالية بالتفاصيل عاد كل حلقة ولها موديلها اللي يريد استفادي تحييك على البرودكاست حياكم خلاص أنت عرفت شخصيتك أنت البخل صحي أنا اللي عندي مولي حق الناس قلت أنا حقاستي أنا خلاص لا أتروها حقاستي